ما أجمل التواصل بين الأقارب وصلة الأرحام لكن قد تتعكر العلاقات بينهم بالخصومات والنزاعات فتقطع الأرحام ويعق الوالدان وتتفكك الأسرة ولذلك أسباب عديدة كالخلاف على الميراث أو الشراكة في التجارة وقد يتزوج الشاب من بنت عمه أو بنت خاله فإذا تخاصم الزوجان تخاصم آباؤه ما تبعا لهما وقد يحسد الأقارب بعضهم بعضا كأن يحسد القريب قريبه على ربحه في التجارة أو تفوق ابنه في الدراسة وتفضيل الأب بعض أبنائه على بعض يؤدي إلى التشاحن بين الإخوة وقد يؤدي ذلك إلى عدوان بعضهم على بعض ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ومما يشعل نار الخصومة بين الأقارب النميمة وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وتعالج الخلافات بين الأقارب بسعي الحكماء في الصلح قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وللمصلح أن يكذب لأجل الإصلاح كأن يقول لكل من المتخاصمين قريبك لم يذكرك إلا بخير وفي الحديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا وعلى الطرفين أن يتحاكم إلى شرع الله ولو أنهما رضي بحكم الله فيما تنازع فيه لن تهى النزاع قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ولابد من التسامح بين الأقارب المتنازعين وأن يتنازل كل من الطرفين عن بعض حقه حتى يتم الصلح وتمضي الأمور ويحافظوا على المودة بينهم وعليهم بالحكمة والتعقل والترفع عن السفاهات إذ لا يقبل أن يتخاصم الكبار لأجل أطفال يلعبون ويتخاصمون أو من أجل تشجيع نادي كرة وعلى الأقارب أن لا يصدق النمامين المفسدين بين الأحبة حتى لا يندموا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ترجمة نانسي قنقر